اتفاق سوداني جديد بين المؤسسة العسكرية والقوى السياسية المدنية اتفاق يرجى منه التمهيد لانسحاب العسكريين من الحكم وانهاء الأزمة السياسية في البلاد لسيما أنه ينص على تشكيل حكومة مدنية يرأسها رئيس وزراء بصلاحيات واسعة بالإضافة إلى مجلس للسيادة برئاسة مدنية غير أن تفاصيل الاتفاق ربما تنطوي بحسب محللين على تعقيدات إضافية على المشكلات القائمة والمعقدة أصلا مثل أن يكون رئيس الدولة في ذات الوقت قائدا عاما للجيش وهو أمر قد لا يرضي الجنرالات وكذلك البنود الخاصة بإطلاق عملية شاملة لكتابة الدستور بما يتضمنه ذلك من احتمالات إثارة الخلافات بين العسكر والمدنيين فضلا عن ملف الإصلاحات العسكرية والأمنية التي يؤكد الاتفاق أنها سوف تؤدي إلى النأي بالجيش تماما عن الحياة السياسية وهذه بدورها عملية شائكة وغير مضمونة العواقب عثرات أخرى يراها المحللون تعترض تنفيذ اتفاق الإطار وتحويله إلى واقع عملي بل ربما تمثل قنابل موقوته قد تلحق الاتفاق بسابقه من الاتفاقات التي لم تنفذ عثرات تتعلق بالعدالة الانتقالية وما يسمى بإزالة تمكين نظام الرئيس المعزول عمر البشير وتتعلق كذلك باتفاق جوبا للسلام وآفاق تنفيذه على الأرض والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان أمن شرق السودان والعمل على إحلال السلام في ربوعه وتأمين مشاركة أبنائه في السلطة الأمر الذي يثير حفيظة شرائح كبيرة من السودانيين لا سيما في صفوف تنسيقيات لجان المقاومة التي قادت مؤخرا تظاهرات كبيرة تطالب بإسقاط انقلاب العسكر على الثورة والتي ترى في الاتفاق قطعا لطريق الحراك الشعبي الداعم للثورة في المحصلة فإن الاتفاق السياسي الأخير في السودان يظل في رأي الكثيرين حبرا على ورق استنادا إلى مصائر الاتفاقات السابقة التي أفشلها نقوص العسكر عن تنفيذها وانفراضهم بالسلطة والحكم بقوة السلاح ناهيك عن الانقسامات بين القوى المدنية في البلاد بما يعني أن الأزمة السودانية لا تزال بحاجة إلى بذل الكثير من الجهد لإنهائها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر